لو اول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرز الاشعارات على الكل علشان يوصلك اشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا اول بول طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والاعدادية والسنوية كمان ان شاء الله عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متأسما لوحدها تقدر توصل لاي فيديو بسهولة وما تنساش تتبعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونيكت برايماري وان الصف الاول الابتدائي تيرم تو التيرم التاني والنهاردة هنبتدي في فيم فور او في المحور الرابع communication او التواصل والاتصال وانهاردة هناخد ملخص يونت فورتين او الوحدة 14 at the library at the library يعني في المكتبة وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا عندنا اول حاجة الفوكابيولوري او الكلمات الهمة animals animals او حيوانات animals 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 اول حاجة camel 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 يعني جمل elephant 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 يعني فيل snake 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 يعني صعبان lion 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 يعني أسد monkey 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 يعني قرد jellyfish 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 يعني قنديل البحر parrot 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 يعني بغبغاء يعني بغبغين dolphin dolphin دولفن دولفن اللي هو الدولفين كروكودايل 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 يعني تمساح تايجر 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 يعني نمر باندا 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 اللي هو ذب الباندا جيراف 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 اللي هي الزرافة فوكس 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 اللي هو ثعلب فش 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 اللي هي سمكة لايبرري 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 اللي هي مكتبة جانجل 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 اللي هي غابة ديزرت 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 اللي هي صحراء سي 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 اللي هو بحر وطبعا عندنا في الفونكس الخاصة بيونت 14 عندنا اول حاجة الشورت اي او نطق الاي القسيارة ما بنمدش فيها بننطقها بشكل قصير كده وسريع زي ما بننطقها في كلمة ant 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 يعني نملة apple 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 يعني تفاحة مات 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 يعني سجادة هنا الاي نطقناها بشكل سريع وبشكل قصير ده بنسميه short a عندنا كمان short e او الاي القسيارة زي كلمة elephant 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 يعني فيل وزي كلمة egg 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 يعني بيضة هنا نطقناها بشكل سريع وقصير علشان كده اسمها short e عندنا كمان short i زي كلمة insect 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 يعني حشرة وزي كلمة n n n n n يعني فيه دي short i نطقناها بسرع ما مدناش في نطقها فهذا اسمه short i او الاي القسيارة عندنا كمان short o او الاو القسيارة زي كلمة octobus 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 يعني اختبوت وزي كلمة fox 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 يعني ثعلب وزي كلمة on 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 يعني على وزي كلمة olive 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 يعني ذيتونة طبعا ده short o الاو مش ممطوقة بشكل ممدود هي ممطوقة احنا نطقناها بشكل قصير وسريع واخر حاجة عندنا short u short u or u القصيارة زي كلمة under 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 يعني تحت umbrella 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 يعني شمسية وزي كلمة not 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 يعني مكسرات طبعا دي short vowels او الحروف المتحركة القصيرة اللي احنا بننطقها بشكل سريع وقصير اللي هي short اللي هي short a short e short i short o short u خدنا عليهم امثلة نطقهم بشكل سريع ما بنمدش في نطقهم وده اسمه في علم الفونكس short vowels ده الفونكس الخاص بيونت 14 عندنا كمان في يونت 14 مراجع سريع كده على a و an الأدوات النكرة اللي احنا بنحطهم طبعا لما بنتكلم على مفرد لو المفرد ده بيبدأ باي حرف من حروف الفاولز اللي احنا عارفينهم كلنا اللي هما a وال e وال i وال o وال u أي اسم بيبدأ بحرف من الحروف دي بنحط قبل منه an وهو طبعا مفرد لو ما بيبدأش باي حرف من الحروف دي بنحط قبل منه a طبعا في حالة المفرد علشان كده هنا بيقول لنا use a before consonants او استخدم a قبل حروف الساكنة use an before vowels او استخدم an قبل الحروف المتحركة طبعا الحروف المتحركة او الفاولز هي الا وال e وال i وال o وال u وباقي الحروف هي كونسونت او ساكنة a زي مثلا كلمة lion a lion ده ان هي بتبدأ بحرف ال l وطبعا ده مش من الفاولز a jelly fish لانه بيبدأ بحرف الجي وده مش من الحروف الفاولز a snake طبعا ال s مش من حروف الفاولز فنحط a a monkey ال m مش من حروف الفاولز فنحط a a camel ال c مش من حروف الفاولز فنحط a طب لو انا جاي اقول لك elephant ال e اللي في اول elephant دي حرف من حروف الفاولز فنحط an فنقول an elephant an elephant او feel ممكن نقول كمان an orange an apple اي اسم بيبدأ باي حرف من حروف الفاولز فحالة المفرد بنحط قبل منه an طبعا للسؤال بمعنى ما هذا او هذه لغير العاقل بنقول what is it طبعا احنا عارفين ان it هي الضمير او subject بتاع اي كائن غير عاقل اي جماد او حيوان الكرسي يعتبر غير عاقل الكات والدوج يعتبر غير عاقل الكار تعتبر غير عاقل فاي حاجة غير عاقل مفرد بنقول عليها it فلما اجي اقولك ما هذا او هذه لغير العاقل بقولك what is it what is it ما هذا او هذه لغير العاقل انت بتجاوب علي وبتقول لي it's a او an لو طبعا الحاجة اللي احنا بنتكلم عنها الكلمة بتاعتها بتبدأ بحرف من حروف الفاولز هنحط an لو هي بتبدأ باي حرف second او اي حرف consonant يعني هنحط a فانا لما اجي اقولك what is that what is that ما هذا او هذه لغير العاقل هتقول لي مثلا it's an elephant it's an elephant انه فيل وهكذا للسؤال بمعنى اين يعيش طبعا ده للحيوانات لما باجي اسأل الحيوان ده بيعيش فين فبقولك where does it live where does it live يعني اين يعيش اين يعيش هذا الحيوان where does it live فانت مثلا هتقول لي it lives in the desert هو بيعيش في الصحراء it lives in the sea هو بيعيش في البحر it lives in the jungle هو بيعيش في الغابة فطبعا لما انا اقولك where does it live اين هو يعيش هذا الحيوان فانت هتقول لي it lives in the desert or sea or jungle على حسب المكان اللي بيعيش فيه الانيمال ده فلما يجي مثلا اقولك على الليون ده what is that فهتقول لي it's a lion اقولك where does it live هتقول لي it lives in the jungle it lives in the jungle يعني هو بيعيش في الغابة لما اجي اكلمك عن الجيلي فش اقولك what is that فهتقول لي it's a jellyfish لما اجي اقولك where does it live هتقول لي it lives in the sea هو بيعيش في البحر لما اجي اقولك مثلا what is that على الكامل هتقول لي it's a camel اقولك where does it live هتقول لي it lives in the desert او هو بيعيش في الصحراء الاخر حاجة هنتكلم عنها النهاردة ازاي اسألك الحيوان ده بيعيكون بعض الحيوانات طبعا بتاكل اللحم اللي هي eat meat وبعض الحيوانات تانية بتاكل النباتات اللي هي eat plants فلما اجي مثلا اتكلم على حيوان بياكل اللحم بقولك مثلا العيون الاسد eats meat الاسد بياكل اللحم طيب لو قلتلك an elephant eats plant الفيل بياكل النبات فطبعا هنا قلنا eats برضو لان elephant هي مفرد غير عاقل فهي يجي بعد منها الverb باس زي ما احنا شايفين قدامنا فمرة تانية an elephant eats plant الفيل بياكل نباتات زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده نكون انهينا التلخيص الخاص بيونت 14 اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة لو اعجبك الدرس اعمل لايك اتمنى الاي الف واحد استفادوا او الف لايك تحت الفيديو ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو بعد من خلص تلخيص الوحدات ان شاء الله هنحل بقى اكسرسايز و اكتيفتيز على كل المنهج مع بعض اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع وذائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة